مليانة سمسم وممكن نضيف كمان فيها اي مكسرات احنا عايزينها هنعملها بالعسل السود مغزية جدا ومفيدة للكبار وللصغيرين تعالوا مع بعض نشوف عملناها ساي باسهل واسرع وانجح طريقا اهلا بكم في قناتي توتي فودي النهاردة هعمل معاكم المفتاة او هنعمل الحلبة المعقودة هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة جدا وسهلة اتمنى تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوها هنبدأ على طول بالمكونات بتاعتنا وهي عبارة عن هعمل مقدير نص كيلو عسل هاخد معلقة كبيرة من الحلبة واطحنها لو المطحنة مش تشتغل بمعلقة حلبة واحدة ممكن اطحن 4-5 معالق واخد الباقي لوصفة علاج التهاب المفاصل والعزام وصفة سحرية عملت معاكم خلطة حلوة جدا هسيبها لكم في صندوق الوصف اول تعليق للي حب يشوف ترقيتها لعلاج التهاب المفاصل وقلام العزام هناخد معلقة واحدة من الحلبة اللي هنطحنها للحلبة المعقودة بتاعتنا او المفتاقة وهناخد بقية الحلبة لو احنا مش هنعرف نشغل الكبه هناخدها للوصفة بتاعت علاج المفاصل والتهاب العزام يبقى معلقة واحدة بس اللي هناخدها مطحونة وهنبدأ على طول في طصة سخنة هنحط 3 معالق من الزيت وحط معلقة واحدة من الدقيق هقلبها كويس جدا واول ما تصفر معايا هضيف عليها السوداني وهضيف عليها كمان السمسم وهديهم تقليبة مع بعض يصفروا شوية لو هم متحمصين نصف تحميصة هديهم تقليبة يصفروا لو مش متحمصين خالص هقلبهم شوية مع بعض لغاية ما يتحمصوا لو عندي اي مكسرات تانية اقدر اضيفها حسب المتوفر عندي خلاص كل المكونات اتحمصت معايا وبقى لونها دهبي زي ما انتم شايفين هضيف معلقة الحلبة اللي احنا تحنناها معلقة واحدة بس وهضيف بعدها معلقة مغاية بتبقى حلبة محوجة بتتجمن عند العطار جهزة متحوجة جهزة هضيف معلقة واحدة منها وهديهم تقليبة حلوة جدا تتحمص مع المكسرات مش هطول عليهم عشان ما اتمررش وهضيف عليهم على طول نص كيلو عسل اسود خدوا بالكو انتوا تحط العسل نحطه بالراحة عشان ما يغليش ويفور ويدلق مننا على نار هادية ويفضل نعملها في حلة اكبر من الكمية اللي احنا نعملها علشان لو فار ما يدلقش من الحلة وعلى نار هادية ومن اول ما حط العسل تقليب مستمر علشان ما يتحرقش في قعر الحلة ولا يكتل تحت ويبوز الوصفة كلها مش هياخد دقيقتين بعد ما يبدأ يغلي وهضيف عليه حرف المعلقة ملح لامون او عصير نص لامونة كمادة حفظة هتديله تقليبة حلوة جدا وهطفع عليه خالص واسيبه لما يبرد وابدأ احفظه في برطمان زي ما شفنا في اول الفيديو يكون بارد خالص والبرطمان ناشف كويس جدا وبكده تكون وسط النهاردة خلصت هسيب لكم صندوق الوصف اول تعليق الوصفة الصحرية لعلى كشونة المفاصل والاتهاب العزام لو اعجبكم الفيديو ما تنسوه اشتشارك في القناة اضغطوا لايك تبعاتوا الفيديو لاهلكم واصحابكم واحبكم جدا جدا واشوفكم في فيديو جديد ربنا معاكم سلامة اشتركوا في القناة